ما حكم محاسبة الأم لابنها والأخت أختها فالتصرف بمالهم الخاص ما حكم من عير أخاه بما أهداه أو وهبه إياه عن طيب نفس بعد برها من الزمن أم الذي ينبغي على من عير وجرحه هل يعيد ما أخذها أم يصمد درء للمشاكل وزيادة الفجوة ثم لا يقبل أي هدية تعطى له من بعد أختي أم ليلة بارك الله فيك من السعودية تسألين تقولين ما حكم محاسبة الأم لابنها والأخت لأخيها أو العكس مثلا في المال الخاص أولا لا بد أن نعلم بأن المرأة لها ذمة مالية مستقلة كما الرجل ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال النساء شقائق الرجال فالمرأة لها ذمة مالية مستقلة المسألة الثانية يجوز للأب و للأم أن يسألوا الإبن و الإبن عن المال الذي عندهم ماذا عمل به لأن تعرفين بأن حرص الوالدين على الأولاد سواء كانوا ذكورا أو ناثا هذا مسألة فطرية جبلية و لذلك النزع الأبوية الموجودة عند الوالدين تدفعهما إلى الحرص على أولادهم فيجوز يسأل الأب سويت براتبك ماذا عملت بالمال الذي عندك تسأل الأم و ابنتها الفلوس و أين وديتيها و اشتغلت فيها و إلا كذلك ما فيها شيء هي ما طلبتها هي تسأل فقط لكن تلطف الولد مع والديه و يخبرهما بالواقع يخبرهما بالواقع مسألة الهدايا و الهبات و المن فيها هذه قبيحة المن بالهبة و الهدية أمر قبيح و لذلك النبي عليه الصلاة و السلام قبح هذا الأمر حينما صوره بهذه الصورة فقال العائد في هبته كالكلب يقيه و ثم يعود في قيه النبي عليه الصلاة و السلام اختار هذه الصورة البشعة و هذا المثل السيء حتى ينفر الناس عن الاقتراب أو سلوك أو التخلق بمثل هذا الخلق السيء لأن العرب تقول حمل الجبال و لا منن الرجال حمل الجبال و لا منن الرجال و لذلك من أكبر الأخطاء هي قضية المن أنا أعطيتك أنا سويتك أنا كذا أنا كذا هذا غلط النبي عليه الصلاة و السلام كما في مسلم من حديث أبي ذر قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة و لا ينظروا إليهم و لا يزكيهم و لهم عذاب أليم يكرر هذا ثلاث مرات يقول أبي ذر من هم خابوا و خسروا يا رسول الله قال المسبل و المنان و المنفق سلعته بالحلف الكاذب لا المنان المنان الذي يهدي الهدية يعطي العطية يهب الهبة ثم يمن فيها إما بطلب إرجاعها إما بالتعيير أنا أعطيتك أنا سويتك أنا كذا و لذلك الناظم يقول قبول ما يهدى إليك سنة و الترك أولى إن خشيت المنة قبول يعني الهدايا سنة النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهدية و أثاب عليه قبول ما يهدى إليك سنة و الترك أولى إن خشيت المنة فأي شخص يغلب على ظنه أن هذا سيمنع عليه في يوم الأيام الترك أولى الترك أولى إذا الأخت الفاضلة تتركين ما دام أن هناك منه مستقبدا طبعا تتركين هذا الأمر